أثارت دعوة مجلس النواب للجيش المصري بالتدخل لحماية الأمن في ليبيا ومواجهة الإرهاب والغزو التركي ردود فعل واسعة وقال موقع بابليكو الإسباني الإخباري إن مصر تستعد وتتخذ كل الخطوات اللازمة لإنهاء الحرب داخل ليبيا فهي قادرة على النزاع المسلح مع تركيا لحماية أمنها وأمن الليبيين وأضاف الموقع في تقرير له أن مصر تقوم بمناورات عسكرية كبيرة بالقرب من الحدود الليبية في الأيام الأخيرة وهو ما يشير إلى أنها دولة لديها من القدرات ما يمكنها من إنهاء النزاع بما يحفظ أمنها القومي موقع بابليكو قال إن التحركات المصرية في ليبيا تحظى بدعم دولي واسع خاصة من كل من روسيا وفرانسا بخلاف الدعم العربي في وقت تقف فيه تركيا بمفردها دون أي دعم دولي لتحركاتها المعادية وأشار الموقع الإسباني إلى أنه قبل ثلاثة أسابيع فقط شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على التدخل العسكري في ليبيا لحفظ الأمن في وقت تؤكد فيه مصادر عسكرية بحسب الموقع إلى أن مصر وفرانسا تستعدان لمناورات عسكرية أخرى بمشاركة إيطاليا وقبرص واليونان وتناول تقرير الموقع الإسباني التحركات الأوروبية الرافضة للغزو التركي للأراضي الليبية موضحا أن الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون يحشد دعم الاتحاد الأوروبي ضد تركيا بهدف إعطاء الرئيس التركي رجل طيب أردوغان درسا نهائيا وشدد على أن فرانسا ومصر لديهما تنسيق عالي المستوى في الملف الليبي ويتابعون عن كثب تحركات تركيا بخلاف ما تتمتع به القاهرة من ثقة ونفوذ لدى غالبية مكونات ومؤسسات الدولة الليبية ترجمة نانسي قنقر